سؤالي الأخير لحضرتك أنه هو الشرق الأوسط استفاد إيه من وجود أمريكا في سيد الوزير يعني الولايات المتحدة الأمريكية يقال وده من ناس من سياسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجيد خلق الفوضى في الدول وبجانب خلق الفوضى في الدول وده من سياستها حتى ممكن تجيد خلق فوضى في دولة للتسميع في الدول المحيطة بمعنى خروجها من أفغانستان له دلالة على ما يحدث في إيران وما يحدث في روسيا وما يحدث في الصين مثلا يعني فجأة كده خرجت من أفغانستان وقيت لك لا إحنا لكن هناك أغراض أخرى إحنا استفادنا إيه للشرق الأوسط من وجود الولايات المتحدة لا ما قدرش أنكر أن وجود الولايات المتحدة مهم بدليل أن حضرتك مثلا إحنا حتى في ثقافتنا العادية اليومية إحنا بنتطلع دائما إلى أسلوب الحقيقة الأمريكية فدي ما قدرش ننكرها ولكن أنا أتفهم حضرتك أنه حتى منذ أيام الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في المنطقة هم خرجوا من المنطقة وسابوا أدوات أو نقاط توتر موجودة ومنها موجودة حتى الآن يعني مثلا دول مجلس التعاون الخليجي هتلاحظ حركة أن خلافات حدودية من كل دولة والأخرى ده اللي أصدر وهم بيجيدوا اللعبة دي أكيد عشان كده بعد ده هرجعني للكلمة اللي قلتها لحضرتك في الأول أن دول دائما تلحظوها في مجلس الأمن ودائما يزعى على بعض الناس هي الحقيقة سبب التوتر اللي إحنا عايشين فيه أكتر منها أنها بتحفظ على السلم والأمن الدوليين ولكن لا عرب أشوف أن وجود أمريكا مهم ووجود يعني برضو مهارك ممكن تقولي مثلا لا مش بتكلم على عدم الوجود أنه مش مهم وجودها مهم لكن هناك أغراض سياسية فكرة خلق الفوضى بطرق أوقف طبعا طبعا وكل يعني كل مرحلة زمنية لها أسلوبها ولها سياستها يعني هما بعد 11 سبتمبر الشهيرة في 2001 بدأوا بسياسة مختلفة تماما فكرة أن لا الإسلام السياسي لازم هو في هذه المنطقة طب نعمل إزاي الحكاية دي إذا فيه فوضى خلاقة ويظهر بعد كده الإسلام السياسي هو اللي سيطر وينبعدهم عننا نعم بقول لها ريك دايما مفاهمهم مش كاملة يعني فيه نقطة كده مش مزبوطة فالفكرة أن كل فترة زمنية لها محدداتها بالنسبة للسياسة الأمريكية ولكن أشوف أنه المرحلة دي بعد حرب أوكرانيا نعم أن فيه محددات جديدة للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط قد تكون مفيدة لمنطقتنا في الفترة الجاية نشتغل بقى على المفيد نطبع نبقى وعيين لما هو قدر ونشتغل على ونستفيد بالمفيد أكيد شكرك فندم على وجود حضرتك معنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك